فندق الكريسينت هوتيل في عدن بمنطقة التواهي تحفة معمارية فريدة هذا النزل الفخم شيده التاجر الحضرمي العدني الشيخ عبد الكريم بازرعا في العام ٢٩٢٨ وكان مقرا لأعماله ومكتبة وفندق كان الفندق جوهرة فنية إذ بني من خشب البهونغي الثمين وفيه نقوش جميلة صنعت في الهند من النظرة الأولى للفندق يتبين خلوه من البشر الأمر الذي يبعث في النفس الحزن والإحباط لترك تحفة بهذا الجمال تندثر وتتهلك جراء الإهمال والتدمير الذي طالها يحكى أن مالكه بازرعا وبعد عقدين من الزمن باع الفندق لشركة توني بيسو التي بدورها شيجدت أجنحة إضافية في الفندق الذي اشتهر بكونه مقرا لانعقاد الصفقات التجارية والمؤتمرات السياسية في الشرق الأوسط أخذت شهرة كريسينت هوتيل عدن وأهميته بالتوسع أكثر في خمسينيات القرن الماضي ففي العام 1954 نزلت فيه ملكة بريطانيا الملكة إليزابيت عند بزارة المدينة حيث نزلت في جناح سمي من يومها بالجناح الملكي كما تركت فيه بعض مقتنياتها للذكرى لاحقا سكن فيه وفي ذات الجناح الملكي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حينما كان وليا للعهد وبعد أن جاء قرار التأميم كان الكريسينت هوتيل من ضمن كل المنشآت التي أممت في تلك الفترة وأصبحت تعود ملكيته للدولة لكنه للأسف لم يتلقى العناية الكافية والترميم الدائم واللازم المستحق وبالرغم من كل ذلك ظل الفندق محتفظا بمحتويات الأثرية من أثاث ومقتنية ثمينة إلى أن أتت حرب العام 2014 فدمرت المبنى الملحقة به من الخلف وتعرض كامل الفندق للنهب من بعض اللصوص في ظل غياب للدولة وغياب للوعي المجتمعي بأهمية هذا المعلم النادر عند زيارتنا حاليا لهذا الفندق لاحظنا التهالك الشديد والدمار الذي طال بعض أجزائه ونوافذه فالحرب التي دمرت البنية التحتية للبلاد ألحقت أضرارا بالغة بآثار ومعالم هذه المحافظة ومنها الكريسينت هوتل ورصيف السواح وغيره لكن جودة بناء الفندق وخشبه الهندي المختار بعناية ساهم في جعل المبنى صامدا وشامخا إلى وقتنا الحاضر رغم تعرضه للتدمير فتصميمه ما يزال باقيا وسيعود كما كان إن حظي بالاهتمام والترميم والرعاية اللازمة ليعود آية فنية وأثرية تجذب السواحة إليه من كافة بقاء الأرض يبقى فندق الكريسينت عدن كنزا طاله الدمار وعتراه النسيان وينتظر الإنصاف والاهتمام فهل سنرى إمكانيات دولة تمد يدها لانتشاله من براثن الحلاك؟